اكد سعادة السيد نيروتي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين على مواصلة التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات هذا ولفت سعادة السفير الى الدعم والاهتمام الكبير الذي يلقاه القطاع التجاري ما يساهم في تقديم الكثير من التسهيلات للاستثمارات والشراكات الخارجية لتوسيع التعاون مع الجهات المعنية في مملكة البحرين وكشف السفير على هامش جولة نظمتها سفارة جمهورية الصين الشعبية لمجموعة من الصحفيين ومراسل الأخبار للاطلاع على عمل الشركات الصينية في البحرين كشف عن التنسيق بين عدد من الشركات الصينية للتعاون والعمل في مملكة البحرين مشيرا الى ان عددا من كبرى الشركات الصينية موجودة في البحرين وتتصدر مشاريع كبيرة بالتعاون مع القطاع الحكومي من بينها شركات سيبكو ثلاثة التي تعمل في تطوير محطة الدور وكذلك شركة سيمك التي تقوم بالأعمال الانشائية لمشروع شرق ستر الإسكاني بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمرانية العلاقات التي تربط مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية علاقات طويلة عبر التاريخ واليوم نحرص على تطوير تلك العلاقات بما يأتي بالخير والنماء لكل الجانبين على رأس أولوياتنا اليوم العمل على تطوير التعاون التجاري ونشر التقنيات الحديثة التي توصلت إليها الصين في مختلف المجالات والتي ساهمت في توفير المال والجهد واختصار الوقت في تنفيذ المشاريع المهمة ترجمة نانسي قنقر